عندي جوزي للفضل ربنا وليه قال لي أنت ملكيش منافس ولا بديل آه صح موازم لما أنا مليش منافس ولا بديل أنا أدخل ليه الطبور بتاع العاطفي وبتاع الرومانسي ليه؟ طب ما أنا الناس بتحبني في لوني ولون يعني من الأهالي نفسها فيعني أنا مجدتش حاجة غريبة أنا جبت العادات والتقاليد والمبادئ والأخلاق في الأغاني بتاعت اللي أنا بغنيها أنت عارفة طبعا أنك تاريخيا كمان صاحبة أهم 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 حملات تنظيم الأسرة في مصر فيش كلاء فيش كلاء وكانت أهم يعني اللي جابت نتيجة فعلا فعلا عشان كنت رايبة من الناس فعلا حسنين ومحمدين والأسرة والعملت حاجات قدير جابت نتيجة مش بس كانت حاملة وإعلانات تتحط في التلفزيون وخلا لا لا مظبوط الناس اقتنعك مظبوط الناس بتقتنع باللي أنت بتغنيه اللي أنا بغنيه عشان الصوت والشكل يعني أنا مش من الناس المتفرنجة أي من الناس اللي بتعالع عن الناس يعني فيه ناس لما تحس إنها وهي بتغني يعني كأن الناس اللي قدامها دي ما لهمش أي صفة عندها لا ده أنا مش فاطمة عيدة اللي بالناس دي بتسقفهم لي وأنهم يحيوني وأنهم يحترموني وأنهم يحبوني دي عند تسوي الدنيا وما فيها رأيك إيه في الغنى اليومين دول الغنى اليومين دول ما لكم دينكم وليا ديني وفي مثل يا أستاذ شريف بقول لك أم بطبعك وطبع غيرك لا وابني في ملكك وملكي غيرك لا ورب ابنك إنما ابني غيرك لا ده رأيي ده ولا ده أبعد عنه ده مثل لا أما مثل بتقولي بي رأيك لا ما أنا بقولي لا ده مثل مثل ومعروف يعني عجبك الغنى اليومين دول ولا ما بيمزكيش ما بيعجبكيش لا ما بتتبسطش ما بتتبسطيش لا لا أصل الحكاية مش غنى الحكاية إن أنا الكلمة اللحن الأداء يبقى تلات عناصر مع بعض ومكتملين عشان لما الناس تسمع تقول الله ينور عليكم يعني لما قلت حلوتها زيدة حتة يكلوها الساعة ستة كسرت الدنيا لما قلت حسنين ومحمدين كسرت الدنيا لما قلت يعني قلت حاجات حلوة قوي وسمعت سمعت سمعت يعني كانت في الشوارع في الحواري في الأفرح في الموالد ما فيش حد يعني ما فيش هلافات معي دي اللي بتغني إيه دا إيه العظمة دي وإيه دا ربنا علي دا وما كانش فيه الانترنت وما كان فيه الكاسة والإزاع مظبوط وكنت عاملة ولا المهرجانات يا عيني يا الله ينور عليك صح ما انت معاصر الحاجات الحلوة كلها فيه أغاني بتحبيها نفسك أكثر من أغاني تانية يعني بيتهالي دي لها مكانة خاصة جدا فيش كلام عشان سمعت والناس حبيتها دي كانت أول حاجة دي كانت أول حاجة ضربة لا لا كان فيه قابليها حسنين ومحمدين برضو دي قسرت الدنيا آه قابل علي لوز أنا فاكرة حسنين ومحمدين بعدها لا قابل علي لوز آه والله قابل علي لوز أنا عملت حاجات كتحلوة جدا 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 والحمد لله كنت محظوظة بحب الناس لي دا دا فضل ربنا عليه ودعوة أم لي والله كنت تقول لي حبب فيك خلقه ونعمة بالله فالحمد لله طب لما بتقدمي أغنية جديدة دلوقتي لا هي اضحك وسبها على الله آه تحس إن استقبالها زي استقبال الأغانية العظيمة اللي انت عملتها قبل كده ولا الدنيا تغيرت لا بالعكس فيش حاجة بغنيها ألا ما بتتسمع حب الناس للفنان لو غنى بعد مئة سنة بيسمعوه بس ممكن يقولك مثلا والله آه حيسمعها جيل معين ناس معينة لا لا طالما المطرب صوت وكلمات حلوة ولحنا حلو وأداء حلو هتتسمع هتتسمع يا أستاذ شريف الله ترجمة نانسي قنقر